السلام عليكم. كديري لبس الأحوال طيبة. رمضان كريم على الجميع. يدخل عليكم السحة والسلام ان شاء الله. باش ما تمنيتو. يوم ان شاء الله غنشارك معاكم طريقة غنحضر معاكم بروة ديال الكوكاوكا يجيوا رائعين بواحد العقدة اللي كتجي بحال أملو كتجي لديدة بزاف وبسيطة في الخدمة. كما لحتم معي عندي كيلو ديال الكوكاو اللي تحنتوا على هذا الشكل هذا. سوف نحتاج لي شوية ديال المسكة حرة. قفيصة ديال الملحة. ومع القاة صغيرة ديال الزبدة. سوف نحتاج مع القاة صغيرة ديال القرفة. باش غادي نسم هاد العقدة هادي. زائد مئتين جرام ديال السكر غلاسي. بنسبة للعقدة هكا البريوات. حتى تبعهم التعسل. ما كان مغيش. ما كان مغيش نديل العقدة حلوة. يعني مئتين جرام في كيلو ديال الكوكاو. يعني كافي. حتى كما قلت لكم. ما زال غادي نعسلوهم. يعني غا تكون الحلواء هي هاديك. سوف نحاول نخلط الكل. نعلك هاد الكوكاو ديالي. كما كاتلاحظو معايا. سوف ندخلط لي هدك القياس ديال السكر غلاسي. غادي نبقى نرش بشوية بشوية هكا. الماء الزر هكا. باش كاتنسم لي هاد العقدة هادي. سوف من بعد مسالية العقدة ديالي. غا ندوز مباشرة الورقة ديال البستيلة. كما كاتلاحظو معايا. غادي نقطع هاشرة. اللي جيوني. اللي غا يجيوني هاكا صغارين. يعني ما يجيونيش كبارين. حيث انا بغيت هاد البريوات يجيوني. الحجم ديالهم صغير. انتم غا تلاحظو معايا. غادي نقطع. تقريبا فيهم شي. اه ثلاثة سنتيم جوجونس. بحال هاد القياس هاد. وما انا غا ندير عيني ميزاني. وغادي نقطع. والشاريط اللي قطعت. وكننحطوها كفوق الورقة. وكننشد عليه القياس. على هاد الشكل هاد. صافي حتى كنكمل تقطع ديال الشرائط كاملة. ذا راح هاد البريوات ديال الكوكو. يجيو اه بنانين بززاف يعني مضحق روش الكوكو. وكتجي هاد العقدة هادي. لديدة بزاف. غير جربوها. صافي هنا كن نقطع شرائط ديالي. وكنحيد هاد هاديك الحاشي. اللي كتكون. اه يعني ناشفة. على هاد الشكل هادا. صافي كنكمل تقطع ديال الورقة ديالي. ومباشرة هنا كننخشيها ميكنسة لتقطع ديال الشرائط. كان نخشيها في البلاستيكا. يعني الورقة كانت خشيها في البلاستيكا. باش بقى محاف تبقى لي مزيانة. على هذا الشكل هذا. مباشرة مني كان حتفت بيوم في البلاستيكة دائما. كان نوجد الشرائط ديالي باش غادي نوضع العقدة ديالي ونخدم البريوات. بالنسبة لطريقة الخدمة دائما. يعني كان نحط واحد العدد اللي هو معقول ديال الشرائط. يعني كان نحط واحد ستة او لسبعة ديال الشرائط. ومباشرة كان هزم العقدة. وكان حط فوق يعني الورقة. ما يعني ما شي كان قنكور كل ساعة ها كان كور وتانسال يعني كتر علي الخدمة. كما كتلاحظو مباشرة كان هزم العقدة ونحطها اه في الورقة. على هاد الشكل هادا. فهد شرائط هادو اللي قطعت. صافي من بعد مباشرة كان دوز كان كان شكل البريوات ديالي. دائما هكا كان قد العقدة ديالي هكا على شكل متلت باش يجيوني الجوانب ديال البريوة يجيوني عامرين على تشكل هادا. صافي ومن بعد غدي نوجد واحد الخالطة ديال دقيقه ولمة اللي غلصق به البريوة. صافي كان نوجد على تاني آآ البريوة التانية على هاد الشكل هادا. ودائما كان حاول نزير الجوانب. يعني ما شير نزيرها بزاف ولكن كان حاول نحكمها باش يجيوني الحواف ديال ديال البريوة يجيوني مزياني. صافي على هاد الشكل هادا. طريقة بسيطة وكتجي سهلة في الخدمة وكنسالي بسرعة. يعني ما كان نخدم كان نخدم دفعة واحدة يعني آآ آآ واحد العدد اللي هو معقول وكنسالي بسرعة. كما كاتلاحظوا معايا. كان حاولها كنشكل آآ العقدة ديالي على شكل متلت يعني باش يجيوني دائما الحواف ديال البريوة يجيوني عامرين. صافي وكنشكل في البريوة ديالي. طريقة بسيطة وسهلة. حتى كنخدم واحد الكيمية عاد من بعد كنقلص الورقة ديالي بالخالط ديال الدقيق والماء. وصافي وكنخليها تنشف. هنا كنحاولها كنقرب لكم الشكل. يعني كنحاولها كنقد على شكل متلت ذاك العقدة ديالي. وكنشكل في البريوة على هات الشكل هذا. كما كاتلاحظو سهلة طريقة سهلة هكا. دائما كنقطع الزوائد على هات الشكل. كتجيني واحد البريوة اللي هي صغيرة كتجي حلوة. يعني في المنظر. وكما كاتلاحظو انا ما كان قويش العقدة بالزاف كان دير القياس ديالي فقط. يعني كل ما قدرتوا القياس ديال ديال العقدة ديال لكم في البريوة. كل ما كتجي زوينة وهشيشة. إلا كترتوا العقدة. العقدة لكترتوها. يعني ما كان نصحكم مش هكا تكتروا العقدة في في البريوة. تديروا القياس ديالها فقط. يعني هنا تقريبا عندي شي استا جرام تقريبا ديال هاد الكوائرات. يعني كيجي الحجم ديالهم زوين. وكتجي هشيشة في العدة. مشي بحلاكة لكترتو إلا كترتو العقدة. كتجي العقدة ديال البريوة قاسحة. يعني من بعد ما كتتقلها. ذيك العقدة كتجي قاسحة. يعني تديروا القياس ديالها فقط. سوف هنا كنستمر بهاد العمالية حتى كنكمل البريوة ديالي كاملين. اشتركوا في القناة كيما كتلاحظو هنا وجيت الخالط ديال الموت دقيق باش نلسق البريوة ديالي. سوف هنا كان قد بالمقص يعني شكيل ديال البريوة. وكان لسق مباشرة كيما كتلاحظو. إلا جني شي جنيب هكا خارج الورقة ولا شي حاجة. كان قدها بالمقص يعني كان قدها بالمقص. مثلا لساعدين كيما كنت. كامل سيت الخالط ديالي. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. هل نعمقوا في القناة؟ في القناة. لسيقى في القناة انتضاع الطبق. نضغط على الجوانب نضغط على الجوانب حتى تجيني على هات الشكل يعني تشكل البريوات في القلي أني يجعلون شكل جيد والشكل جيد نكمل الكمية البريوات نضغط لهم نضغط لهم كما تلاحظو معايا هالطريقة اللي كان ندير البريوات كان وقف البريوة باش كتعطني واحد نتيجة زوينة من بعد ما كان قليها كتعطني واحد الشكل اللي هو بومبي وكتجي واقف البريوة يعني كتجي عاطية للعين مهم صفي هنا وجدت المقلة ديالي في هزيزة التسخون والعسل موجود والبريوات ديالي من بعد ما نشفو يعني كنخلي واحد لو قيتها هكا كي نشفو او لالا خدمتهم بالليل كنخليهم حتى اللي اغدليه ونقليهم هكا كنديرهم فحد فحد طويس هكا مديرهم فتلاجة حتى اللي اغدليه عاد غا نبدأ القليل مهم هنا يا هذي يعني ضروري هكا مي تبدو تقلي وتدير واحد الكمية في نفس يعني دفعة واحدة يعني باش ما يجيكم شي محمر وحي تضغي البريوات دغية كتتخطف مهم دائما هكا مي كتجي وتحطو البريوات كتدير واحد يعني دفعة واحدة كتتحطو العدد البريوات دياليكم وكي ما كتلاحظو معايا انا هذي هذي الطريقة اللي كندير ليهم يعني ما ما كنقلبش بوحدة بوحدة يعني دائما كندير على شكل دائع يعني كندورها كفل بالفورشيت او لمع القديالي وانا ما نغفلش لها يعني ضروري هكا تبقى تدورها كفل البريوات حتى كيعطيكم لون مواحد هذي هي الطريقة يعني ضروري هكا تديروها البريوات باش تقلاليكم زيان وتعطيكم لون واحد حتى كي ياخدو لكم لون مواحد اللون تيكون يعني ما محمرش بزاف ويعني هكا تديرو حد اللون دهبي حيث ما زال ما كيتعسلو كي يعطاو اللون يعني كي يزيدو يغمقو في اللون هانتوما كي ما كتلاحظو ونبدو كي يخدو في اللوين يعني طريقة بسيطة ولكن كي ما كتلاحظو ما كان نغفلش لهم يعني كام قواقف على عليهم وكن دائما على كنقلهم على شكل دائرة هانتوما كم قا ندور ندور فيهم باش كي ياخدو ليا وحد اللون مواحد تافي كي ما كتلاحظو هنا يا من بعد ما تتحمرو لي كي ما كتلاحظو هدا ولوين يعني كي يجي واحد اللون ذهبي يعني كي يجي واحد اللون زوين وتعطيو الخاطر لهاد البريوات هادو باش يجيكم طايبين مزيان ويجيكم قرمشين صافي كان حيدهم من المقلاء وكنديرو في العسل مباشرة كي ما كتلاحظو كان عسل فيهم ومن بعد كان وضعو ثاني واحد لكمية يعني كي ما كتلكم تحطو البريوات ديالكم ضفعة واحدة يعني تزربو عليهم باش كي يجيكم يعني يعني ما تخطفوش ليكم في المقلاء تجيكم شي حبة محمرين وحبة بيضين يعني كتحطوهم ضفعة واحدة وفي نفس الوقت يشدو راسهم شويو وتبقاو تقليو فيهم على شكل دائرة يعني هكا تبقاو تدورو تدورو فيهم حتى كيعطاكموا حد اللون موحد هنا من بعد ما قلت البريوات خليتهم ليلة كاملة هكا في وسط العسل يعني حتيت تعسلوا ليم زيان والعسل يوصل حتى العقدة ديال الكوكا وهدو ما بريوات ديال الكوكا وكي جوا على هات الشكل هذا زينتهم بشوية ديال الجلجلان على هات الشكل هذا الكوموند كانت فيها شبكية ديال الجلجلان ايضا يعني يستفتهم في الطويصات للسيدة وستفت حتى البريوات كي ما كتلاحظوا في الطويصات كي جوا على هات الشكل كنتمنى هدو وصفتنا لإعجابكم ما تنسوش ليلة كل بارتاج والسلام عليكم